التعليم في العراق يمر بأزمة كبرى والأكاديميون العراقيون يائشون من الوصول إلى الأساليب الحديثة للتعلم والتعليم بهذه الكلمات وصفت صحيفة الجارديان البريطانية حال التعليم الأكاديمي في العراق الصحيفة البريطانية تؤكد على لسان عدد من الأكاديميين والطلاب العراقيين إنهم بحاجة ماسة إلى مواد حديثة وأساليب عصرية للتعلم والتدريس على حد سواء لكن مطالبهم بتوفير ما هو لازم للارتقاء بالعملية التعليمية غير ممكنة بسبب التدخل السياسي في واحد من أهم القطاعات في الدولة تدخل شكل عائقا آخر أمام التنمية في هذا البلد أسباب تدهور التعليم وتأخره عن ركب التطور في العراق وفقا للصحيفة يعود لأسباب عديدة لعل أبرزها خضوع التعليم لنظام المحاصصة الحزبية والمحسوبية ما جعله عرضة للفساد والتخلف عن مواكبة التطور وبجانب إفساد العملية التعليمية سياسيا باتت معظم الجامعات العراقية اليوم خارج الخدمة إذ تقدر الأمم المتحدة أن 84% من الجامعات في العراق إما دمرت أو نهبت أثناء غزو العراق عام 2003 ومنذ نهاية عام 2014 دمرت نحو عشر جامعات بسبب العمليات العسكرية ما أدى إلى تهجير الطلاب والأكاديميين وهو ما دفع الآلاف منهم إلى اللجوء للعمالة أو الانضمام للميليشيات المسلحة الفساد الحاصل في المنظومة التعليمية ومنهجيتها وترد البنى التحتية اللازمة لتطور التعليم وازدهاره عوامل قد تفسر سبب إبعاد الجامعات العراقية عن مقياس جودة التعليم العالمي مؤخرا وفقا لتصنيف نشرته صحيفة التايمز البريطانية اشتركوا في القناة